حماقات ارتكبتها كان هذا عنوان ملف خاص في أحد أدراج مكتب ديل كارنجي الكاتب الأمريكي المشهور الذي باعت كتبه ملايين النسخ يقول كارنجي أنه يعتبر ملف حماقات ارتكبتها بمثابة سجل وافل للأخطاء والحماقات التي قام بها فعندما يستخرج هذا الملف ويعيد قراءته يشعر بأنه قادرا مستعينا بعبر الماضي على مواجهة أصعب المشكلات وجعل المستقبل أفضل لم يكن كارنجي هو الوحيد الذي يستخدم آلية حماقات ارتكبتها لتحسين حياته وترك بصمة في هذا العالم أيضا استخدم هذه الآلية جو جيرارد الذي دخل موسوعة جينيس كأفضل بائع في العالم وهو مؤلف كتاب كيف تبيع أي شيء لأي إنسان يقول جو جيرارد أن من أهم الأسباب التي جعلته أفضل رجل مبيعات في العالم هو التعلم من حماقاته فقد كان يراجع باستمرار ملفات كل صفقاته الفاشلة حتى يصل إلى سبب فجل كل صفقة فيتعلم منه ويتفادى تكرارا مما جعله يحقق رقم قياسي في عرض الصفقات الناجحة ولعلم النافلة القول القول بأن هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه الآن يرجع لآلية حماقات ارتكبتها أترى كيف كنا لنصنع تلك السيارات الحديثة التي تتمتع بكل وسائل الراحة لو لم نتعلم من حماقات صناعة أول سيارة التي كانت تبدو كقطعة حديد بل كيف كنا لنقلل حوادث الطائرات الكارثية بفضل من الله لو أننا لم نتعلم من حماقات الحوادث الماضية التعلم من الأخطاء والحماقات هو أفضل وأسرع وسيلة لكل من يبحث عن حياة ناجحة سعيدة ينطبق هذا على الأفراد والشركات والدول استخدم أخطائك ماضيك الحافل بالتعثرات والحماقات معذرة التي باهدت بينك وبين الصلاة يمكن أن يكون في صالحك الآن إذا استخدمتها ماضيك هو أغنى المصادر بالخيرات التي يمكن أن تعتمد عليها لتحيا حياة أفضل مهما قرأت من كتب وحصلت على معلومات يبقى ماضيك هو المصدر الذي يزودك بالمعلومات التي تتناسب مع حياتك خاصة الطريق الذي تسلكه الآن لتنضم إلى هؤلاء الذين قل ما فاتتهم صلاة يحوي سعادة الدنيا والآخرة الآن قد بدأت معركة حامية في مواجهة نفسك وشيطانك ربما قد تحالفك الهزيمة في قليل من الجولات فلا تكرر الأخطاء مرتين في كل جولة تخسرها أمام نفسك وشيطانك فتفوت كصلاة حلل هذه الجولة بكل تفاصيلها وتعرف على سبب الهزيمة حتى لا تكرر قال أحد الحكماء أن الغبي هو من يكرر خطأه مرتين أما الذكي هو من يخطئ مرة واحدة ولا يكرر الخطأ بينما الأذكى هو من يتعلم من أخطاء الغبي والذكي فيتفادى فعلهم نريد أنا وأنت أن تنضم لفئة الأذكياء ففي كل مرة تفوتنا صلاة نقف عند الأسباب ونتعلم منها ونتفادى تكرارها من خلال حديثي مع هؤلاء الذين قل ما فاتتهم صلاة وجدتهم يستخدمون آلية حماقات ارتكبتها بشكل تلقائي فأصبح لهم بعض العادات الثابتة التي تكونت بتراكم حبرات ماضيهم مع الصلاة فمثلا أغلبيتهم يتوضؤون قبل الخروج من بيوتهم فإذا جاء وقت الصلاة وهم في الخارج سحلت عليهم الصلاة هم بذلك منعوا شيطانهم من الوسوسة بشأن عملية البطوء فجميعنا نعلم أن الشيطان في هذه الحالة يصور لنا أنفسنا ونحن نخلع أحذيتنا وجواربنا وكأننا نخلع ضروسنا من الألم وأن سراويلنا سوف تتبلل وتصبح غير أنيقة قبل موعدنا المهم بعد الصلاة ولا مانع لديه أن يصور لنا أحذيتنا وقد سرقت أو أننا نسينا الساعة الأنيقة الغالية في المسجد وذهبنا ففي بند الوضوء فقد يستطيع الشيطان أن يوسوس لنا بمئات السيناريوات التي تنتهي بنا بأن نقرر الصلاة في البيت عندما نعود ونفوت الصلاة على وقتها وأنا وأنت نعلم أن بمجرد عودتنا للبيت سنواجه معركة أشد من التي كانت خارجه وستضيع الصلاة لذلك كل هؤلاء الذين نجحوا في الحفاظ على الصلاة يصلون بمجرد سماع الآذان كما ذكرنا ولا يسمح لأي عائق أي كان أن يمنعهم من الصلاة في أول وقتها فقد تعلموا أن كلما تأخر وقت الصلاة كلما زاد الثقلة لذلك حاول جاهدا أن تكون مستعدا للصلاة قبل وقت الصلاة حتى لا تجد نفسك عليك بود فتنساق لك وهنا نذكر قاعدة مهمة في علم النفس تسمى قاعدة الخمس ثوان تخبرنا هذه القاعدة أن الإنسان لديه فقط خمس ثوان ليضع القرارات الصغيرة اليومية في الفعل أو أن تذهب هذه القرارات في صورة أفكار عابرة فمثلا عند سماع المنبه صباحا إن لم تقرر أن تستيقظ بوضع الجسم في حالة حركة خلال خمس ثوان سوف تكمل نومك أيضا عقلك لديه خمس ثوان فقط ليقرر أن يحافظ على النظام الغذائي الذي وضعته لنفسك أو أن تلتهم قطعة الكيك التي أمامك ينطبق الأمر أيضا على الصلاة بمجرد سماع الآذان إن لم تضع جسمك في حالة حركة ذهابا إلى الوضوء أو المسجد خلال خمس ثوان فستبدأ معركة ضد نفسك والشيطان في المشاورة في أمر الصلاة أيضا من الأمور التي تعلمت منها شخصيا وساعدتني بفضل من الله في المحافظة على صلاة الفجر هي الإغتسال بماء بارد أو الاستحمام الاستحمام بمجرد الاستيقاظ من النوم أي أن كانت حالة الطقس أو على الأقل غسل الرأس كاملا بماء بارد فهذا يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبث النشاط فيه فلا تستقبل يومك وما زالت حالة نعاسم سيطرة غالبة عليك أيضا وجدت بعض هؤلاء الذين قل ما فاتتهم صلاة يجعل وقت تناول الطعام بعض الصلاة وليست قبلها فتلك الفئة كانت تشعر بثقل وكسل في حالة تناول الطعام قبل وقت الصلاة فقرروا أن يجعلوا وقت تناول الطعام بعد وليس قبل على الجانب الآخر وجدت فئة لا تستطيع الصلاة على النحو المتقن في حالة الجوع فهم يفضلون تناول الطعام قبل وقت الصلاة حتى يتزودوا بالطاقة اختبر نفسك في هذا الأمر لتعرف أي من الفئتين هي تعلم من أخطائك اليومية التي بعدت بينك وبين الصلاة حل الأخطائك وتجنب تكرارها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة